في وجود النفس الطائفي لجماعة اجتماعية دينية معينة رح عوامل المشتركة رح تقل واحدة من عمليات التسامح أو التواشج الاجتماعي هي هو الزواج فلما يكون عملية استقطاب طائفي رح تقل هذه العمليات فكثير من الأصدقاء أبان الحرب الطائفية في اليرق بعد تفجير الإمامين في 2006 عانت زيجات كثيرة لربما في أطراف المدن لكن لما كان زواج مدني كان القرار هو زواج مدني بغض النظر عن الانتماء لطائفة معينة فكان القرار أيضا في بداية الحديث كان قرار فادري لكن بمبارك اجتماعي عندما كان هناك تقارب اجتماعي لجماعات اجتماعية معينة أو دينية فبالتالي عملية الشد والجذب ما بين الزوجين تخضع لجماعات أكبر عندما يحدث تمركز حول الجماعة الدينية أليف أو الجماعة الدينية باء فبالتالي نشوف تأثيرات كبيرة مختلف عليه مع إبراهيم عيسى